أكد كمان الرئيس النهاردة أنه كان لديه ثقة أو كل الثقة في نجاح مصر في الحرب على الإرهاب وأكد أن الدولة المصرية اشتغلت في التجاهين شوف دول كتير في الظروف اللي زي اللي احنا مرنا بيها هيبقى مفيش قدامها غير طريق واحد بس محاربة الإرهاب واحد بس محاربته على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الفكري ولكن محاربة الإرهاب هتلي دولة واحدة في الدنيا تاني دولة واحدة في الدنيا اشتغلت على أنها تشتغل على الاتجاهين محاربة الإرهاب وبناء الدولة ومؤسستها وبناء المواطن المصري من أول وجديد يعني أنا هاخد بناء الدولة ومؤسستها وبناء المواطن المصري من أول وجديد قادي اتجاه محور طريق والطريق التاني هم حربة الإرهاب أمنيا وفكريا على سبيل المثال الحرب العالمية التانية كان من ضمن مسبباتها الكارثية هي وجود طريقة التفكير المتطرفة المتشددة العنصرية النازية إلى آخره زي ما كلنا عارفين صح؟ ماشي ألمانيا نفسها بعض الحرب والعالم بعض الحرب أول حاجة عملها إيه؟ هل بنا ألمانيا؟ ولا حارب التطرف الفكري النازي من وجهة نظرهم بقى محاكمات نيورنبرج، إعادة كتابة الدستور الألماني تحديدا في ألمانيا الغربية بعد التقسيم إلى آخره هم حربوا لكن خلصوا ده وبعدين عملوا بناء ألمانيا اللي بالمناسبة بنت بأموال العالم وقتها يعني اللي تطوع اللي هو المشروع الشهير بتاع جانرال مارشل مصر بقى حربة الإرهاب طولها بالمناسبة مش حد حارب معاه بطولها ومصر بقى بنت نفسها برضو بطولها كان فيه مساعدات وكان فيه وقوف من جانب أشققنا وأصدقائنا وأخواتنا في المنطقة ولا نستطيع الإنكار بقى بالعكس نؤكد على ده لأنه إحنا ما نقدرش أبدا ننسى اللي وقف جنبنا زي ما إحنا ما بنساش اللي وقف في وشنا ومش هيتنسي يعني كويس؟ لكن عمليا أنت واقف بطولك مصر البلد الوحيد اللي قطع الطريقين مع بعض ونجح في الطريقين مع بعض خلونا نسمع كلمة الرئيس ونكمل الكلام وأنا عايز أقول لكم أن لما بدأت معركتنا مع الرهاب في 2013 و14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت كانت كل الناس كل المصريين ويفتكروا كده كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده حيفضل كده على طول ولا إيه؟ هو الكبوس ده هيخدنا ويخد أولادنا ولا إيه؟ وكت كت واثق من الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا الشر أبدا لا يمكن أبدا ينتصر على أهل الخير أهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعد وقسود وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم لا يمكن أبدا حتنجح في النهاية الخير حينجح وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده؟ ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده؟ فكانت كان القرار لا احنا هنحاربهم وحنبنيه وحنشتغل وإحنا بنقاتل ومحدش كتير بيعمل كده وده كان من فضل ربنا علينا ده كان من فضل ربنا علينا صح يعني عن حارب الإرهاب وهنوقف نتفرج على البلد ما نبنيش بالمناسبة مسألة بناء الوطن من أول وجديد بمؤسساته بأجهزته بكل حاجة فيه وبالمواطن هي جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب يعني وهنا ده بيعكس مسألة الفهم العميق لمسألة كلمة إزاي أحارب تطرف وأفكار وتشدد فيه صعيد أمني وفيه صعيد فكري وفيه بقى الأصعيدة التانية اللي هي بنعمل بيها إيه؟ بنقضي على أي مناخ يشجع على وجود شكل من أشكال التطرف والتشدد والعنصرية إلى آخره يعني بتشتغل على الاقتصاد وبتشتغل على المجتمع بتشتغل على الملفات السياسية بتشتغل على التعليم وبتشتغل على الصحة طول الوقت أنت قاعد عمال بتبني وبالتالي أنت تدمر أي تربة قد تكون فيها شيء من الخصوبة لنمو الإرهاب هنا ده زكاء الدولة